اسمحوا لي الاتصال ده من السعودية بنرحب باختنا ماجدة ماجدة من السعودية اهلا بيكي اهلا بي انت شعرفت عن الاسلام عشان تتكلمي عن المسلمين بطريقة دي اهلا بي انت ازاي بتتكلمي انت ازاي بتتكلمي بطريقة دي عن الاسلام وازاي بتحكم ان الزنا بالاسلام انه واحد تزني مع ابوها مين قالك للاسلام قال كده انت ازاي تاخذي دكتوراه بدون ما تفهم يا حاجة في الاسلام اه طيب خليكي معانا اخت مجدة خليكي معانا انت لو انسانا اتعلمتي صح وعرفت الاسلام صح ما تتكلمي مرة تانية عن الاسلام بالتراءة دي خليكي معانا طيب خليكي على التليفون دكتورة وفاقه اسمعي تعقبها على كلامك اولا تتساءل من انا انا انسانا ولدت وتربيت مسلمة وتأذيت من التعاليم الاسلامية كامرأة ولذلك من حقي كل الحق ان انبش قباحة الاسلام لا تستطيع الاخت ماجدة ولا يستطيع اي مسلم على سطح الارض ان يمنعني من هذا الحق ثانيا بخصوص غضب الاخت ماجدة اقول كما كررت وقلت في السابق انه من الصعب جدا ان تحرر عبدا يؤمن بانه حر السيدة ماجدة عبدا لتعاليم لم تحترم انوثتها لم تحترم كيانها كامرأة ولكنهم برمجوها على انها حرة وانسانا في ذل تلك التعاليم لذلك لا يمكن ان نحرر الاخت ماجدة الا اذا اطلعناها على قباحة التعاليم التي ساهمت في برمجتها تقول بانني لا افهم الاسلام وانا اتحداها ان كانت تعرف شيئا عن الاسلام انا متأكدة انها لا تجيد القراءة ولو اجادت القراءة لفهمت ما جاء في القرآن الذي يضعها بمستوى الغائط اذا خرج احدكم من الغائط او لا مست من نساء وضعك في نفس المستوى مع الغائط وتعتبرين وترين في ذلك انسانية وترين في ذلك تكريما لكي لذلك من الصعب جدا ان تحرر ذلك العبد الذي يؤمن انه حر مرة اخرى لا تستطيع السيدة ماجدة ولا يستطيع اي مسلم على سطح الارض ان يمنعني من حقي في ان انبش قباحة الاسلام نتمنى ان تبقى من مشاهدي الارامية ومن مشاهدي هذا البرنامج بالتحديد ونتمنى ان تتصل بنا دائما علني اجدوا معها ارضا مشتركة ونصل الى قناعة مشتركة شكرا للاخت ماجدة شكرا لكم